بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم جميعا في فيديو جديد من سلسلة شرح كتاب نيكليكس النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Types of Solution هنتكلم عن أنواع المحليل اللي موجودة في السوق وكل محلول من المحليل دي أو كل نوع من أنواع المحليل دي أهم يده إيه وبيستخدم في إيه وإيه الأنواع اللي متصنعه منه عندنا فيه ثلاث أنواع من المحليل بيقيمة أصناحها وهي Hypotonic Solution وإيزوتونيك سيليوشن وهيبرتونيك سيليوشن بما أن كلمة تونيك موجودة في ثلاث مصطلحات يبقى نعرف الأول كلمة تونيك يعنيه تونيك معناها من الconcentration بتاع السيليوشن دي أقارنها بالconcentration بتاع السيليوتس اللي موجودة في الفيليوتز اللي في البطر يبقى كلمة تونيك معناها إن أنا ما بص التركيز المحليل المتصنع دي مقارنة بتركيز الفليوتز اللي جوا جسمنا طب الفليوتز اللي جوا جسمنا تركيزها أو ضغط الأسموزي بتاعها 290 ميلي أزمول إذن لو أنا صنعت محليل تركيزها 290 ميلي أزمول هسميها آيزوتونيك لأن كلمة آيزو يعني إيكوال فتكون المحليل دي إيكوال للمحليل بتاع الجسم طب لو صنعت محليل الضغط الأسموزي بتاعها أقل من 290 ميلي أزمول يبقى سميها هايبو لأن هايبو يعني نقص هايبوتونيك هايبو يعني نقص وتونيك يعني الكنسنترشن بتاع المحليل دي أقل من الكنسنترشن بتاع البودفليوتز وبالتالي هايبرتونيك هايبر يعني زيادة يعني الكنسنترشن بتاع المحليل دي أعلى من الكنسنترشن بتاع البودفليوتز يبقى كلمة تونيك معناها كلمة تونيك معناها بعد ما عرفنا هايبوتونيك يعني ايه وايزوتونيك يعني ايه وهايبرتونيك يعني ايه هنبدأ نتكلم عن كل واحد على حدة من الثلاث انواع دولت بيعالج ايه ولو اتاخد بزيادة عن اللازم هيعمل لي اضرار ايه او ايه مشاكله وكمان ايه الانواع اللي تصنعت منه في السوق اولا هنبدأ بي الهايبوتونيك سيليوشنز لو احنا عندنا ده خلية في جسمنا وده الوعاء الدموي البلط بزيادة الخلية ديت الضغط الاسموزي جواها ببقى 290 ملي ازمور والضغط الاسموزي جوا الوعاء الدموي 290 ملي ازمور وبالتالي فيه بالانس ما بين الاتنين الازمولارتي هنا بتساوي الازمولارتي هنا ده الطبيعي طيب امتا ادي الهايبوتونيك سيليوشنز طبعا انا ابدأ الهايبوتونيك سيليوشنز ديت في الوريد بديها في الوعاء الدموي طيب امتا اديها لو انا عندي في هنا سيليوتس زادت كتير وبالتالي زودت الاوزمولارتي ولما الاولوزمولارتي تزيد هتصحب ميا من داخل الخلية فالخلية يحصل لها شرينكيج يعني تكيش ولو الخلية كشت هتموت في النهاية هيحصل لها داينك ولو خلايا سين اس حصل لها داينك الخلية ما بتتجددتش تاني لو حصل هنا زيادة للالكترولايت جامد او ايو سيليوتس الجسم هيصحب ميا من الخلايا وانا يهم مني ان الخلايا تفضل زي ما هي في حالاتها الطبيعية ما يتسحبش ميا منها فلازم انادل المريض ده ميا من بره طالما ادي له مياه يبقى ادي له محليل الكنسنترشن بتاعها يبقى ادي له هايبوتونيكس اليوشنز عشان يبقى ادي له مياه تقوم مقللت ضغط الاوزموز اللي هنا وتخليه تاني يرجع يساور ضغط الاوزموز اللي جوه الخليل طيب ايه الحالات اللي تخلي الاوزموز اللي بتاع الدم زادت عندنا مثلا الهايبارجيلايسيميا عندنا حالات ايه تانية مثلا في حالة الديابيتيك كيتو اسيدوزيس عندنا مثلا الهايبارناتريميا اي الاكترولايت زي السوديا مثلا كده ايه زادت في الدم هيزود الاوزموز الضيابيتيك كيتو اسيدوز دي بيكون في كوتو مبودز زايدة في الدم بيتزود الاوزموز الهايبارجيلايسيميا بيكون في جولوكوز زايد كتر في الدم بيتزود الاوزموزل فلما الاوزمولارتي تزيد هنا بدل ما الدم يصحب مية من الخلايا لا انا عايز الخلايا تفضل في النورمال بتاعها اوقع ما انا ادي له هايبوتونيكسوليوشا من برا عشان تقلل الاوزمولارتي هنا فلما الاوزمولارتي تقلل هنا وتساوي هنا تاني ترجع للطبيعة بتاعها ان هما يصوي بعض يبقى انا كده رجعت الجسم للنورمال بتاعه وعرفنا بعض الحاجات اللي تزود الاوزمولارتي بتاع البلد وهي الهايبرجليسيميا والضيابات الكيتو اسيدوزيس والهايبرجليسيميا طيب لو انا اديت لمريض الهايبوتونيكسوليوشن بزيادة اوى عن اللازم لو انت تقولوا بزيادة اوى عن اللازم بدل ما انا سويت الاوزمولارتي بعد ما كان في مشكلة هتصبح الاوزمولارتي هنا اقل من هنا وبالتالي تروح الخلايا هي اللي تسحب مية لما الخلايا تسحب مية هيحصلها سويلينج وبخاف ان انا نضي الهايبوتونيكسوليوشن لان لو حصل لخلايا هيزيد الانترا كرينيال بريشر وهو الضغط داخل الجنجمة ولو قمية المية زادت داخل الجنجمة والضغط زاد المية دي مش الجسم مش هيعرف يصربها لأي مكان ودي مشكلة خطيرة جدا ما ينفعش انها تحصل علشان كده بخاف ادي الهايبوتونيكسوليوشن او انا بديها لمرض محتاجها لازم ان بتبغوا جدا عشان ما يحصلش زيادة في الانترا كرينيال بريشر نتيجة اللي سويلينج بتاع خلايا السينيس بعد ما عرفنا ام تبدي الهايبوتونيكسوليوشن ولو الهايبوتونيكسوليوشن وقلنا ده لوعاء الدموي وده الخالية في جسمنا وهنا الضغط الاسموزي 290 ملي اوزمول وهنا 290 ملي اوزمول يعني بيصو بعض ادي الهايبوتونيكسوليوشنز في حالة ان المريض فقد 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 هنا كم المريض فقد 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 على سبيل المثال عالدنا مريض فقد دم سواء عدني 1 2 المريض بيفقد في الضائرية والفوميتنج فليوتز والالكترولايتس مع بعض لان الجي اي تي مليئة بالماء فيها تمانية لتر مية مليئة بالمية والالكترولايتس فلما المريض يرجع بيبقى فقد اللي اثنين بيحصل له اسهال بيبقى فقد اللي اثنين بيبقى الضائرية والفوميتنج بيخله المريض يفقد في الليوج والسوليوتز مع بعض وبالتالي يفضل الضغط الاسموذي زم هو وبالتالي يقدل المريض ده ايزوتونيك سيليوشنز طيب لو انا زودت الايزوتونيك سيليوشنز بزيادة عن اللازم اللي يحصل المريض هيدخل فيه هايبر فوليميا يعني كمية المية هنا هتزيد جامد لكن السيلز هتفضل نورمال زمهي مش هتتأثر خالص وطبعا في محاضرة بإذن الله هتتقال عن الهايبر فوليميا كاملة ومشاكلها وازاي عالجها واهتم بيها كممرض موجول في المستشفى بعد معرفنا الايزوتونيك سيليوشنز امت بديها وانها ما بتعملش مشاكل على السيلز لو اتاخدت بزيادة هندخل على الهايبر تونيك سيليوشنز وبرضو هنبص على النورمال بتاع الجسم بتاعنا وهنقول لو ده البلاط بيزل ودية السيل الخالية او الخلايا بتاع الجسم انت قدي هايبر تونيك سيليوشنز قدي محاليل هنا فيها الالوكترولايتس عالية لو هنا المية اكتر من الالوكترولايت يعني هنا الاوزمولارتي اقل من الاوزمولارتي بتاع الخلا pet مثل لو الاوزمولارتي هنا قلت نتيجة فقد في الاولوكترولايت يبعى اخول الاوزمولارتي لوس في البلاط فيزل عن الخلايا هتقوم الخلايا سحبة مية من البلاط فيزل وبالتالي تؤدي الى سيل سويلينج طيب امتى هندي بقى الهايبرتونيك سوليوشنز لو عندي الوكتورويتلوس يبقى الهايبرتونيك سوليوشنز اللي يبقى عنده الوكتورويتلوس زي في حالة مثلا الهايبرتونيك سوليوشنز في حالة الهايبرتونيك سوليوشنز طيب الهايبرتونيك سوليوشنز اذا تعتبر بتعليك حاجة من الكلام اللي قلناه لو فيه سيلس ويلينج ادي هنا هيبرتونيك سوليوشنز تقوم الاظزمولارة هنا ترجع تزيد ثاني تقوم تصحب مية من الخلايا ريئية تقوم ترجعها للنورمال بتاعها ثاني يبقى بدي الهايبرتونيك سوليوشنز في حالة الهايبوناتريميا وفي حالة سيلس ويلينج يعني فيه ورم في الخلايا او مية كتير في الخلايا وخاصة لو كانت خلايا السي اني اس يبقى لو فيه سي اني اس سويلينج او هيبوناتريميا بديهايبرتونيك سوليوشنز علشان تصحب مية من الخلايا دي يبقى كده اتكلمنا عن انواع المحليل اللي بتتصنع وهي هيبوتونيك وايزوتونيك وايزوتونيك وايبرتونيك ويعرفنا الهايبوتونيك بتعالج ايه وبخاف منها عشان بتزود الانتراكرينيا البريشر والايزوتونيك بتعالج ايه البلادلوس او الضغيرية او البوميتنج والهايبرتونيك بتعالج السي اني اس سويلينج او الهايبوناتريميا نبدأ بقى نقول ايه المحاليل اللي موجودة في السوء متصنعا ايزوتونيك وايه المحاليل اللي موجودة هايبوتونيك وايه المحاليل اللي موجودة هايبرتونيك وهبدأ بالايزوتونيك لياه؟ علشان التركيزات اللي الاقولك عليها في الايزوتونيك سيديوشنزي ما هي واقل هيبقى هايبوتونيك وما هو اعلى relyinglica 헤يبرتونيك عندنا النورمال صلاين أو بسميه ملح 9 من 10% 9 من 10% صلاين ده ايزوتونيكس اليوشانس عندنا الرينجر لكتايت ده ايزوتونيكس اليوشانس عندنا 5% ديكستروز يعني جلوكوز 5% الوطر محطوط في مية وعندنا النوع الرابع 5% ديكستروز إن محطوط في 225 من 1000 صلاين يبقى عندنا 4 أنواع محاليل بتتصنع موجودة في السوق ايزوتونيكس اليوشانس أول نوع النورمال صلاين أو الملح 9 من 10% ثاني نوع الرينجر لكتايت ثالث نوع 5% جلوكوز إن وطر رابع نوع 5% جلوكوز أو ديكستروز إن 225 من 1000 صلاين 5% جلوكوز في 225 من 1000 ملح يبقى عندنا 4 أنواع ايزوتونيك وعايزك تاخد بالك من حكتين النوع ده بيبقى ايزوتونيك وقت ما أنا بديه بعد ما بديه بفترة بيبقى هايبوتونيك ليه؟ لإن الجلوكوز ده لما بيدخل الدم بيجي الأنسولين يدخلوا جوه الخلايا فلما الجلوكوز يدخل جوه الخلايا بتتفضل المية مية بدون وعندنا النوع اللي هو الرابع ده وقت ما بديه ببقى برضو ايزوتونيك بعد ما بديه بشوية ببقى هايبوتونيك ولو جد تفكر بعقلك ليه؟ لإن برضو الجلوكوز لما بيدخل الخلايا بيتفضل الملح فيتقلب لهايبوتونيك طيب بعد ما عرفنا الأربع أنواع اللي هوما عندنا ثلاث أنواع هايبوتونيك والثلاث أنواع عبارة عن ملح يبقى عقلا كده الثلاث أنواع هايبقى تركيزهم أقل من يبقى عندنا ملح من النورمال صلايين. طيب لو جينا نبص على الهايبرتونيك اكيد تركيزه ما يكون اعلى من دولة. عندنا برضو نوعين صلايين. ثلاثة في المية وخمسة في المية. عندنا نوعين صلايين. ثلاثة في المية وخمسة في المية. وعندنا ديكستروز عشرة في المية. الجلوكوز العشرة في المية. بما ان احنا اقول هنا الدكستروز خمسة في المية ايزو. يبقى الدكستروز العشرة في المية هيبرتونيكس اليوشيز. وعندنا ثلاثة انواع فيهم دكستروز خمسة في المية. ثلاثة انواع فيهم دكستروز خمسة في المية. يبقى خمسة في المية. دكستروز. محطوط في نورمال صلايين. او رينجر لاكتات او ملح 45 من 100% وما بقى ان النورمل صلاين ايزو يبقى انا زودت عليه ديكستروز بقى هيبر وما بقى ان الرينجر لاكتات ايزو زودت عليه 5% ديكستروز بقى هيبر تونيك سليوشنز وما بقى ان الدكستروز الخمسة في المية ده هو ايزو تونيك سليوشنز مع الصلاين 2225 من 1000 لو انا خلت الصلاين 450 من 1000 يبقى هيبر تونيك سليوشنز يبقى انت تحفظ الايزو تونيك سليوشنز التركيز الاقل منها تجيب الهايبوتونيك سليوشنز الاعلى منها تجيب الهايبر تونيك سليوشنز هقولك المحلية التانية على السريع عندنا الايزو تونيك سليوشنز نورمل صلاين اللي هو الملح 9 من 10% رينجر لاكتات 5% ديكستروز إن ووتر 5% ديكستروز إن 225 من ألف صلايا الهايبوتونيك سوليوشنز 3 أنواع ملح تركيزهم أقل من 9 من 10% ملح 45 من 100% 22 من 100% 33 من 100% عندنا الأنواع اللي هي هي عندنا نوعين ملح وتركيزهم طبعا أكبر من 9 من 10% وهم 3 في المية صلايا وخمسة واربعين وخمسة في المية صلايا متأسف 3 في المية صلايا وخمسة في المية صلايا وما بقين الديكستروز 5% ده أيزوتونيك سوليوشنز يبقى الديكستروز 10% هايبرتونيك سوليوشنز وعندنا 3 أنواع مشترك فيهم الديكستروز 5% عندنا ديكستروز 5% إن نورمال صلايا 5% ديكستروز إن رينجر لاكتات 5% ديكستروز إن ملح 45 من 100% وبكده نكون إنت هنا من محاضرة الطايبس أوف سوليوشن وعرفنا أنواع المحالل إيه وإمتى بستخدم كل نوع منهم وإيه المشاكل اللي يمكن تقابلني لو أنا ديت أي نوع منهم ولازم ناخد بالي منها وعرفنا إيه أنواع المحالل اللي تصنعت في السوق موجودة في السوق من الثلاث أنواع دولت وبكده نكون إنت هنا من المحاضرة بتاعتنا وأتمنى بإذن الله إن أنتوا تكونوا استفدتوا بأي معلومة ونتقابل بإذن الله في فيديو بديد من سلسلة شرح كتاب نيكليكس أو نيكليكس ريفيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته